فين عشاء البطاطس والكاتشوب زي هنعمل النهاردة البطاطس والكاتشوب الوصفتين جوه الفيديو مفيش اجمل من كده الطريقة حلوة اوي اوي بطاطس مقرمشة كاتشوب تبكي الاصلي من بتاع بره بطريقة بسيطة جدا جدا السلام عليكم اهبركم يا جماعة وحشين جدا انا حبيبة للا اول مرة يزوري القناة ومعرف نيشو عايز اقول لأي حد بيزوري القناة لو عجبوا الفيديو ما ينساش اعمل اشتراك وحط لايك ودعوة حلوة نهاردة نعمل مع بعض البطاطس المقرمشة اللي مفيش حد فينا ما بيحبهاش اذا كان صغير ولا كبير هنعملها بطريقة سهلة جدا بدون تفريز بدون سليق هنعمل البطاطس المقرمشة كريزبي يوز يومي يومي الميتان هنجيب البطاطس اللي هي الخاصة بالالية لان انواع البطاطس كتير مختلفة فيه للشو فيه للسليق وفيه للطبخ وفيه للالية فانتي هتجيب النوع الصح اللي هتشتغلي عليه وتقليه هتقطع البطاطس بتأجريها باي طريقة او ممكن تحطيها باشرة بس مكشور انك تبقي غسلها كويس جدا او غسلها بالفرشة عشان تتأكدي اني ما فيهاش اي حاجة ونضيف عشانها تكليه انتو الولاد وتقطعها بالشكل ده على بالسكينة على اي حاجة تسندي عليها عشان في النهاية تطلع بنفس الشكل بنجيبها من برا من مكدونال او من اي مطعم عشان تبقى شكلها سيم يعني ما فيش اختلاف او بقطعت البطاطس انا استخدمت ابسط طريقة لكم هنا هاديف الدي اي اللي هو دقيق الدرة دقيق الدرة يا جماعة هاديف زي الهنوت كده ما بيعملوا بالزبط بيق لهما محترفين بطاطس هتجيبي معلقتين دقيق من الدرة وتروحي من نازلة بيهم على البطاطس بعد ما تغسليها وتصفيها من المياه وتحط الديق عليها وبايديك يصوى باقي كده بقى تشغليها بقى فناني انك تتأكد اني هنتي غلفتيها بدقيق الدرة هما معلقتين على شوانين شفتيهم بكده وبعدين جوا المصفط لنفاضي منهم او تنزلي منهم يعني ما تغديش دقيق توديع على الزيت الزيت هنا لازم ما يكونش بيغلي الزيت يبقى سخن متوضهوش متوصلهوش لمرحلة الغليان وده عشان البطاطس متتحرقش او تغد لون بسرعة وتبقى لسه نية من جوا متحاوليش تحرك البطاطس الا بعد دقيقتين لما تحطيها جوا الزيت الناس هتقول مش عاوزة زيت احسن برضو بلاش تستخدم الزيت وبعدين حطيه في ورق زبدة دخليه على الصينية على ورق زبدة ودخليه جوا فرن البتجاز بس برضو تديل ورشت زيت بسيطة حقيقة ودخليه فرن البتجاز هيقعد معاك حوالي 25 دقيقة ويتلعب من نفس النتيجة هايلة من غير ولا يسمعي عشان ما انتوهش مبعد خلينا هنا في البطاطس حاولت ان انا اسوالوكو الخطوات بتاعت البطاطس هي حقيقة طعمها هايل كلنا بنحب دايما نروح ناكلها من برا انا واحدة من الناس ما باكلش اكلي برا خالص بس لما حب اكل ببقى حايز اكل البطاطس رغم اني بيدهيقني موضوع ان انا يعني ببقى خايفة من اللي هو الزيت المتكرر وابدل ايخد زيت مستخدم كتير موضوع ده بيبقى الاني هاعمل معاكم بقى احلى والازة والازة كاتشوب ما حصلش البطاطس خفيفة مش شربة زيت دقيقة اللي احنا حطيناه مدهاش فرصة هي تشرب زيت طلعتوا بسرعة اه على الورق المناديل بحيث جوستين كيس لو فيها اي حاجة الورق بسرعة تشربها وبعدين طلعتها بالشكل ده كنت طبعا انا شغالة عمالة يعني اكل وهو يعني اللي طلع عمالة اكل فيه وهو صخني يعني استغل ان هو لسه خارج كده وفرش وصخني حاييه البطاطس هي حلوة اوي مقرمشة خفيفة الحروف جميلة من جوه الصف اوي جدا حقيقي طبعا هنشتغل بالوقت مع بعض انا بس حبيت اوريكوا ادقي البطاطس سهلة وبسيطة هندخل بقى على عم الكاتشوب وهنعمله حلو اوي 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 بطريقة ما فيش ازهل منها اي حد لسه بيعمل بطاطس او بيعمل كاتشوب هيعملها صحي الصح بدون ما تشرب زيت بدون كمان ما تعمل ايه تتعبي فيها يعني عايز اقول في بعضي ناس بتمسك البطاطس تروح سلاء نصي سلاء وبعدين تنشفها وبعدين تقليها وتعمل فيلم طب ما احسن حاجة لو انت نوية تسلقيها بعد ما تسلقيها روحي واخدها على صنية وموديها جوه الفرن وتتسد هنا هستخدم عصير الطماطم او ممكن تستبدليها بالسلسة زي الموجودة عندك عايز اقول يعني عندي خل ابيض عندي بصر بودر عندي عسل او ممكن تستبدليه بسيرب او بسكر بوني بعد ما حطينا العصير الطماطم عالب تجاز ووصل للهوى للنص كده التسوية هبتدي انزل بالخل وبعدين انزل بالمكونات اللي انتو هتشوفوها معي بالزبط وطبعا بقلب عشان يعني كله يبقى مع بعض كده ياخد نفس النكهة الوحدة وبعدين هبتدي انزل عندي بصل بودر محدش يستخدم ان هو الاخدر مش هينفع خالص مش هيد النكهة اللي انت عايزها ده طبعا بعمل تستي باشوف يعني نسبة الخل اللي انا حطيتها على كمية الطماطم دي كانت انف ولا زود عشان اغد الكمية او التعم اللي انا عايزة بالزبط لذلك انا هسيب لكو كمية زي ما انا استخدمتها ممكن تعملي النص الكمية ولو عجبتك بيزاودي زي ما انت عايزة وهستخدم هنا عندي عاصل ابيض او سيرب او البديل سكر بوني وهبتدي انزل بالبصل البودر اكد ان هو بس فرشة ميلي تستعليه عشان ما غارش يطعم السوس بتاعنا وهقلب برضو بعدين هنزل بالسيرب وهنزل بالملح بتاعي يبقى كده عندي المكونات بتاع الكاتشوب اه الخلي الابيض اللي عصير الطماطيوم العسل او السيرب ده العسل بتاعنا او السيرب احنا عملنا السيرب اه مع بعض كتير هسيب لكم اللينك بتاعو جوا صندوق الوصف وبعدين البصل وبعدين الملح وهرجعه على البتوجاز الحد ما يستوي بس اتأكد ان انا قلي بس المكونات كل الخطوات سهلة وبسيطة القوام شوية بشوية عمال يتقل وانا بقلي فيها بواريكو القوام بيبقى شكله زي القوطة او العصير الطماطم بيبقى فاتح ويبتدي اللون يغمق شوية بشوية يعني القوام بيبتدي يتقل ده اللي انا عايز اقول عليه لو تلاحظوا معي كمية العصير الطماطم قبل ما تستقبل التسوية شايفين الحرف اللي موجود كده عندكو شايفين الارتفاع كان قديه ونزل لقديه تقريبا نقص الرابع عايز اقول بعد التسوية وشكله وده القوام اللي انتو شفتيه معايا هبتدي احطه في الخلاط او الهاند بلندر زي ما انتو شايفين الاسهل ليه كيشتغل عليه وهو لسه سخن على فكرة واروح طحنه بالشكل ده بحيس ان انا ادوي في اي حاجة من جوه اطحنها اللي هي العصير او القشور بتاعته اتأكد ان انا اطحنته كويس ومرحلة اخيرة بعد ما اطحنه او اطرفه اختاروا المعنى اللي يعجبكم هاصف فيه عشان ابقى في ستيف سايد يعني وسهلنا هنا لمرحلة التصفية فاي حاجة كويسة مش هتنازل اي الاشور بتاعتها اتأكد ان اكتصف فيه ويبقى ده في النهاية القوام بتاعه بس حقيقي الاضاءة ما كانتش جايبة اللون اللي هو الموجود حقيقي لاني انا لما عم حطيته معا ان هو الاصلي لقيت انه تبارك الله نفس اللون في بعضي ناس بتحطي جزء من البنجر في ناس بتحطي طفاحة انا ما حطيتش اي حاجة من الحاجات دي انا اكتفيت بعصير الطماطم وانا جايبة العصاي الطماطم مش انا اللي عاملها عصير هي بتتباع عيلة بعصير طماطم او صلصة الحاجات دي جاهزة جاهزة هي تبقى عصير بس مجرد قوطة معصورة او مضروبة او الصلصة ما فيش اي حاجة فيها سادة يعني خالص وانا اللي اشتغلت على النكها وانا اللي عملت النكها في النهاية ده القوام بصوا القوامة قديت ايه بصوا اللون حلو جدا جدا رغم انا حاسة بالظلم في اللون لاني الاضاءة مش جايبها هبتدي بقى اوزعوا في علبة زي علبة الكاتشب عشان احطوا دم ولادي عشان اشوف هيعرفوا ولا لا والحقيقة تبارك الله ما كانش فيه فرق اما بينهم خالص بصوا ما كانها عامل ازاي وفي الايزاستين اللون سيم تبقي الاصل من بعض غير الطعم هاي انا بالنسبة لي انا حبيت بتاعي اكتر عشان تحس ان هو يعني فيه اسويت لذيذ خفيف والاهم من كده انك انت العاملة بنفسك وبيبقى تحت ايدك يعني في موسم الطماطم تعملي كميات كتير وتحفظيها تعملي كل اللي انت عايزها ولعبي في نكها زي ما انت عايزها دي الطريقة السهلة وبسيطة وحلوة اوي تبارك الله ما فيش فيها اي شغل ولا خطوات حقيقي عايز اقول لكم انجويا جماعة طريقة بسيطة عاملوها اتبستو بلاش تشتروه وطاتس من برا عاملو حاجاتكو في البيت واحفاظ الكيميات اللي تناسبك ما تنسوش لو اول مرة بتزوروك انا معجبكم الفيديو تعمل اشتراك وتحطوا لايك ودعوة حلوة ليا من قلبكو